الحياة التي أزهقتها عصابة الموت خلفت شلل دماء عراقي بريء أما الموت فله في العراق عصابات تسقط إحداها اليوم في قبضة الأمن يعلنها رئيس الوزراء سقطة مدوية لعصابة حملت اسم الموت عنوانا ومبدأ غاب وذبح مع سابق إصرار وترصد عصابة الموت على طريق يعلن الكاظمي التحدي لقتلة ريهام يعقوب وهشام الهاشمي قتلت العصابة الجنال ماذي والصحف أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفا غالي وقتل مسؤولون ونشطون في سبيل قوائم تصنعها عصابات تمولها ميليشيات وأذرع خارجية ومعظمها يعيث دما وتصفيات دون وجه حق أو إنسانية العملية التي أشفت بعض الغليل سقط منها بعض المتهمين ضمن خلية الموت ما يعطي تلميحا ببدء خطوة أولى على طريق تحقيق العدالة لنحو ستمائة عراقي في أعمال عنف مرتبطة بالاغتيالات التي وقعت خلال الاحتجاجات تغريدة الكاظمي جاءت متعاعدة بمحاكمة علنية عادلة باب يفتح على أمل أن توقف الجماعات الخارجة عن القانون عند حدها وتعلو لغة الدولة والقانون فوق الجميع العملية تقاص بمنظور محلي وأقليمي ودولي أنها إنجاز لا يريد له المجتمع أن يتوقف في سبيل صناعة مشهد آمن ومستقر في العراق لكي يرفع من قوائم الإحصائيات العالمية التي جعلت مثل هذه العصابات العراق في مربعات أخطر الدول أما ضمان حقوق الإنسان العراقي فهو البند الوحيد الذي يصنع عراقا مستعدا لعودة أجوائه السياسية والاقتصادية وعودته إلى أحضان العالم دولة كاملة السيادة